السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي الحلقة الاربعة وعشرين والاخيرة من كورس اساسيات اللغة الانجليزية للمبتدئين حنتكلم ان شاء الله في الفيديو ده عن ازاي تنطق اي دي في نهاية الافعال في اللغة الانجليزية حنقسم نهاية الفعل الى ترات اقسام وعلى حسب نهاية الفعل حنتعامل مع اي دي القسم الاول لو الفعل بينتهي بواحد من السبعة دول في هذه الحالة حننطق اي دي تي ناخد امثلة اسك اسكت اسكت مش اسكد اسكد لايك لايكت لايكت مش لايكد لايكد هلب هلبت هلبت مش هلبيد هلبيد ميس ميست ميست مش ميست ميست وبالتالي ميست كولز مش ميست كولز فكس فكست فكست مش فكسد فكسد ستاب ستابت ستابت مش ستوبد ستوبد لاف لافت لافت الجي ايش في الفعل لاف صوتيا بتدينا صوت الاف وبالتالي بينطبق عليه نفس القعدة واش واشت واشت مش واشد 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 واتش واشت مش واتشد واتشد خلي بالك ان احنا بنتعامل صوتيا مش كتابتا ممكن كتابتا الفعل ينتهي بحرف صامت لا ينطق زي حرف الاي لكن صوتيا بينتهي بحاجة من السبع حاجات اللي انا قلتها لك دي ففي هذه الحالة بينطبق عليه القاعدة إن أنا بنتقل القسم الثاني لو الفعل بينتهي في هذه الحالة حنطة زي ايه القسم الثالث والأخير لو الفعل بينتهي بأي حاجة خلافة اللي أنا قلتها لك يعني ما بينتهيش ب ولا كي ولا اس ولا اس ايش ولا سي ايش ولا اف ولا اكس ولا دي ولا تي في هذه الحالة بننطق الإيدي مش اد لا زي ايه طالما الفعل ما بينتهيش بحاجة مش فولود بس كده بكده ينتهي الفيديو الاربعة وعشرين والأخير من كورس أساسيات اللغة الإنجليزية للمبتدئين لا يزال للحديث بقية في سلاسل أخرى إن شاء الله ولكن وشوفكم إن شاء الله فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته